اشتركوا في القناة هذه الإفلات الإعلامي اللي راهو داية ضجة كبيرة وراهو يقدف في الطلاق والدكن تكلموا عليها من لحالة كل حال لعقاب قال لك لاحظ المتتبعون انفلاتا في الإعلام الرياضي من حيث الممارسة قال لك التقى اليوم وزير الاتصال محمد لعقاب مرفوقا بوزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حمد مع صحفي الإعلام الرياضي بمركز محمد بوضياب بالجزائر العاصمة قال لك وأكد وزير الاتصال في مستهل كلمته ان هذا اللقاء لا يستهدف قضية خاصة بالنظر الى السياق الذي جاءتها يعني قال لك ما كل اللقاء ما لا بالش علاش وهضروا في الموضوع هذا قال لك ولا ينبغي ان يفهم على انه محكمة للصحفيين الرياضيين وراه المشكلة محكمة للصحفيين الرياضيين ياخي كان قانون ولا لا لا كان قانون صحفي عليه كما قلوه عليه حقوق وعليه واجبات واجبات عنده واجبات وعنده حقوق حرية التعبير ما عندهاش كما قلوه في كين قوانين تمنع القدف كين قوانين تمنع الكاذب كين قوانين قوانين موجودة موجودة جبناها ودرنا على اليابيديو موجودة كين قوانين تمنع كما قولوه تنشر الإشاعات وكين قوانين تمنع التشهير نورمان من حقك انت وزير الاتصال ولا لا لا احنا ولينا نقول وره السمع البصاري السمع البصاري هذا يشغل لا سمع لا شاف هذا قال لك واضاف العقاب انه مثل هذا اللي قام قد طال ركر وطار ركر وطار بو ركر وطار تم اهدر تم اهدر دجارك تقول ما رانيش نحاسبه فيهم ولكن حبيت نهدر ركر وطار بل بزات ركر وطار مشي ما نقول لك زيما من اللي جاء جامل بالماضي هذي خمس سنين هذه قريبه يقوله كلام 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 العيب في الفلطار ترك شاير وركر وطار طال مشي غير طال وخليه يعني يقول لكم مالي كان اللعب وسمه جامل بالماضي لعبي اخي جبت لكم مناجر اللي كان في المتخب الوطني الجزائري البارح ادرت لكم فيديو ليه وش قالوا دوكم نزيد نديرها لكم في اخر الفيديو اللي ما شاش الفيديو تعال البارح قال لك حيث تلاحظ المتتبعون انفلاتا في الاعلام الرياضي من حيث الممارسة العمر الذي انجر او قد ينجر عنه توتر اجتماعي وي وي هذه هذه كنا نطالبوا بيها هذه اللي كل لان المجتمع رأي شوف شي مش نورمال لان اغلب المجتمع له اصوات الجزائري رأي تقول لكم وقفوا علينا اعلام العار سموهم اعلام العار قنوات العار سموهم وانتم ادخلتو موال ومخلين الدنيا سايبة وحنا شفنا في الوقت الحالي باري زم بتقولوا حرية التعبير شفنا في اوروبا في العالم وفي الماريكان اللي يتكلم في القضية الفلسطينية كيفاش يوقيلوه القنوات القبرى اللي كانت تداعي بالديمقراطية وحرية التعبير ما كانش حرية التعبير في العالم ما كانش حرية التعبير عندها قيود عندها قيود وهذه لازم تطبق الجزائر هذا قال لك ينتج عنه انه توطر اجتماعي وحتى مشكل ديبلوماسي وي هذا وش كنا النادي وحنا احنا الشعب الجزائري راني يقول لكم راني يشوق اليوتيوب واحد القنوات جامعية شفتهم خرجوا يخرجوا الشعب الجزائري قعم القلقة تنموا روحا يهضر ويفتح قنوات يوتيوب ولو يهضر ولا يشوف نقول لكم بقعنا هذا قفحوا قنوة وروحوا وشوفوا كتبوا أي عنوان يخرجوا لكم مليار مليار يوتيوبر جامعي سمعتوا به جامعي شكتوا يمدد وشراه يصرف الجزائر ومن حقه الشعب خرج عن صمته بزيب قلنا بزيب بزيب بينا ما دوك نجيب لكم وشدد العقاب أن الصحفي الرياضي هو أصلا صحفي تلقى تكوينا من الصحافة يعرف الأنواع الصحفية يفرق بينها يعرف ماذا يستعمل الأنواع الخبرية وكيف يوظفها مؤكدا أن الصحفي مسؤول عن ما يكتب لذلك يتعين عليه التأكد من مصدر الخبر ركشايف وراه العقاب أنا كينشو بريزوم وسمه زين عامر يعتادر لم يقال شيئا كبير قال بريزوم رم تفهمو مع حالي لوزيت قبل القام وعتادر التدخلات ومعلي بليش وعتادر هو مؤمن وقال وشفنا وسمه شفنا معلومين قال بريزوم الاتحادية ركشوف الاتحادية داير بريزوم بريزوم اللعب الدولي قتلكم قويري مصاب مصاب ورجع وخرج في بلاتو يكدب يقول كدب ما كانش منها مراوش مصاب وعنده مشكلة مع جامال بلماضي وناط صباح ما حبش يسلم عليهم وحب يفرض روح وقال لون نلعب بنا أساسي ونرح يعني هذا دار هذا وش دار معلومي خطر كبير خطر كبير ما كانش اللي حاسب وما اعتدر ما اعتدر لماذا ما اعتدر لأنه من جماعة صادية وزين عامر اللي مشي من جماعة صادية تضر يعني لكم أنتم اتهمون هناك يا راك صonder على الإعلام اللي كانوا ضد الإعلام الخروط ورد تضر في الإعلام اللي يهضروا الحقيقة أما رد في الإعلام اللي ينشروا الأكاذيب رد هنا في ثم قال للشعب الجزائري انتم شعب هاماجي انتم شعب عدواني انتم شعب غير ما تحضر وأنتم تفتخرون بذلك رك تهضر على هادا وإذا رك تهضر على هادا راني معاك بصح إذا رك تهضر على الصحفي اللي يهضروا الحقيقة أنا الدنيا ورجعت بالمقلوب يعني اللي يقول الحقيقة يدخل للحبس ولا يتحاسب ولا الدولة واللي مطلوب من عند الدولة واللي يخرب ويطلق أكاديب باريزوم كيم الدراجي جا قال لك جمال بالماضي يطلب سبع ملايين وهو هو بعد أسبوع جا قال لك لا لا ما طلبش دراهم يعني رك فهم واشا لاني نقصد يا واسمه وزير بكل احتراماتي وزير الاتصال والإعلام زي قال لك وشدد العقابة المساحة فيه هو أصلا هذه قريتها وقال وزير الاتصال أن الممارسة في الإعلام الرياضي أصبحت في بعض الأحيان تشكل خطرا على الأمن القومي وهذا وش كنا نطالبه به هذا وش كنا نقوله هذا وش كنا نقوله ولت إذا سيطرت الصحافة صحافة إذا سيطرت الإعلام إذا سيطر على قرارات دولة راهو يولي خاطر على الدولة هذا الإعلام غدوة من غدوة كما باريزوف على كما هاجم عمارة كما هاجم زفزاف كما هاجم رو راو في وقت ديقاج راو راو كما هاجم حالي لوزيج كما هاجم يجي الوقت اللي يهاجم تبون يجي الوقت اللي يهاجم رؤاسة باش يطيحهم يعني هذا الإعلام ما راهو مستعمل من أطراق من آياد خارجية أو آياد داخلية باش تتريب ناس وتطلع ناس هذا الإعلام اللي يعني الإعلام هو السلطة الأولى في الجزائر كين شوف أنا بهذا الطريق نشوف الإعلام هو السلطة وهذا الشكل الخطر الإعلام أنا قلت هذه خطرة روم شكل خطر روم شكل خطر كبير ولازم تدخل من الدولة تدخل يعني سريع مشي زعمة مزخير قال لك على الأمن القومي والإعلام الرياضي مطالب اليوم أكتر من أي وقت ماضى للانتباه وأخذ الحيطة والحادر لمثل هذه الممارسة يا أخوتي إعلام قلنا ودرنا ونددنا وش حال ما الخطرة باريزومب أنا كي مدل دخل طراء باريزومب يجي واحد أنت باريزومب هو إعلامي الدراجي يجي يقول لك باريزومب حتى ركت لاقيت مع وزير شباب والرياضة وزير شباب والرياضة صديق الدراجي مرمان متقول وزير شباب والرياضة يقول الدراجي بالله شوية فهمه يقول للشعب أنت شكول أنت باش قرر يقول أنت شعب عاطفي رغم أنه حافظ دراجي إنساء هو كي كان عاطفي في وقت مع أصحابه العاطيفة يخدمها غير مع أصحابه في وقت رولاوة كنا نخسره كان يقول لك بالله يخرجنا من الدور الأول تعموا باردت مع حالي لوزيرش قال لك نو عادي جدا كنا اللعب وكورت قادم جميلة كيفاش كان يخدم في العاطفة للزومة لأتاعه نحن الشعب الجزائرين يخدمون العاطفة للمتخبتنا بالماضي حتى يذهبون ودربوا أحد أخرين يوقفون لكم كيموطف لكم الجامعة بالماضي رك شايف أسمع أسمع لنقول لكم الهادية لما شايف هاش البالح يشوفها اليوم sur l'Algérie j'y ai travaillé pendant 3 ans l'Algérie c'est impossible c'est impossible de travailler je l'ai déjà dit moi j'ai un ami de Jamal Belmadi je l'ai eu comme capitaine quand j'étais manager de l'équipe nationale il y a une telle pression pas que du peuple des médias algériens qui font n'importe quoi qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression et alors je vais au bout tu n'as pas des instances qui disent à un moment on va se calmer je vais vous connaître qu'ici minet j'exicalologue le ministère de l'Algérie c'est הב� ويقول نام بورت ويضرب برطلق ويعمل لك ضغط كبير قال من المستحيل تقدر تخدم من المستحيل تقدر تخدم تحت مع هذا الإعلام من المستحيل تقدر تخدم في الجزائر مع هذا الإعلام قال لك ومن الفوق ما كانش أوامر من فوق تمنا هذا الشيء قال لك هدا هو الشيء الذي يحير فهمتوا يا إعلام فهمت يا وزير الشباب وقلت لكم وزير الشباب والرياضي يا وزير الإعلام إحنا كنا نجيبه إحنا وش كنا نديره كنا نقدبه يا أخي معلومي كيخرج قال لهم بللي قويري مشي مصاب حنا وسائل لتواصل إجتماعي خرجنا قلنا له لا لا مصاب علش ركوا تديره حسين جند اللي قال جمال بلما دي كلافين لو دادرهم وما كراش رك شايف أمور خاطرة رم يقولوها وهذا الإعلام خاطر ولازم توقيف لازم لازم ما كانش تمسخير لأن أنا يقول لكم أنت يا إعلام يا بن عمي كاتب لك واسمه قانة الهدف بعنوان خاطرة جدا تكتب لك بن شيخ يمسح الأرض بيب الماضي هذي هذا مستوى هذا مستوى يا وزير الإعلام والإتصال لما هذا مستوى مستوى إعلام جزائري يقول لك بن شيخ يمسح الأرض يمسح الأرض هذا مستوى متدني تحت مشي تحت الصبر تحت تقب بالكورة الأرضية من الفوق يخرج من التحت إعلام جزائري علي بن شيخ يمسح الأرض بيجماله بالماضي هذا هو الإعلام الجزائري علي بن شيخ رونطرينر يهدر على رونطرينر قال لهم ما نعارفوش يهدر على رونطرينر تعوسم وتحكرواتيه قال لهم لاعب مليح قال لهم نورمان مو خلاص بسع وقته يجيبوا لاعبين وحدة أخرين هذا هو الإعلام الجزائري هذا هو التحليل الرياضي في الفلطول قال لهم شيء شيء مؤسف مؤسف البلادي مؤسف مؤسف جدا 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 والإعلام هذا راهو خاطر على الدولة ما لهوش خاطر بركة للشعب راهو خاطر على الدولة والشعب راهو اطلب طلب 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 بيشدة سناواته يقول لكم يسموهم إعلام العار خلاص شعب الجزائري يتجامل يقول لك إعلام العار قنوات العار وقتاش تدخلون تومها سمع الباصاري وقتاش تدخلون تومها يا وزارة الاتصال و الناس و الناس تسب 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 ركشاير هادك واسمه هادك اللي قال لهم كلاب بتاع جامل فيه بلاطو على الناس اللي تحب على جامل بلماضي ولا تدفع على جامل بلماضي يا ريدا واسواس قال لهم كلاب جامل بلماضي يا ولدي لحقنا الوحد المستوى صحفي ولا يسب في البلاطو يسب الشعب عيني عينك رفق واحد يقول لهم يقول لهم هاد الشعب قال لهم هاماجي عدواني ويفتخر بذلك ومشي متحضر الاخر يقول لهم كلاب جامل بلماضي وبعد يخرج الدراجة يقول لهم شكوون انتو بش تقروا بش تقولونا شكوون انتا كي اعلارا انا نقولولك ليك انتوا هو وانتوا كي ما قولوا رئيس الاتحادية ركتها در بعسم رئيس الاتحادية ركتها در كأنك أنت هو رئيس الاتحادية لذلك رأي اسقسي فيك انت من هو رئيس الاتحادية الفعلي ما طوش عليكم خوتيه وقلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام